الراديو تسعين تسعين هواها مصري طبيعي الصيام ده احسن دكتور تجميل وانتو كل الاحاسيس اللي عندكو دي نتيجة انكو عندكو قناعة ان انتو بتبقوا تعبانين وبتتبالوا وبعدين برضو ناس كتير ما بيحطوش ميكب في رمضان فده بيفرق معاكو جدا ده بيفرق نفسيا بيفرق نفسيا معنا كلنا على فكرة مش معاكو انتو بس ازايا دكتور رمضان بيخلينا نبقى من وجهة نظر حضرتك مش من وجهة نظري على فكرة دي وجهة نظر العالم البيولوجي الاشهر على مستوى العالم وده من احسن العلماء اللي وصفوا عملية الترميم واستعادة الشباب اللي بتحصل خلال الصيام الراجل ده كلنا محتاجين ترميم الراجل ده اكد ان بيحصل انه خلال الصيام بتنشط كل الاعمال الترميمية للجسم بشكل قياسي قال ايه؟ قال ان الخلية يعني الخلية دي بتترمم ازاي؟ انها بتدمر نفسها تمام؟ وبتتغزة على اجزاء منها يعني خلاص انتي ناوية بالزبط زي ما نقول ايه؟ انتي ناوية هتستغني عن حاجة فتقولي قبل ما ارميها انا هاخد منها حاجة واحدة حاجة دي مفيد هي بتتغزة الجسم بيتغزة الخلية بتتغزة على اجزاء من يرجع الجسم ينمو يعمل خلية جديدة او سليمة الراجل ده قال بالحرف بتجديد الخلية الجسمية برافو عليك قال ايه؟ بالحرف بقى ده ترجمة اللي هو قال وقال على امتداد السنين الخلية بتعجز ناو طبعا وبترجع تبني نفسها آلاف المرات خلاص؟ طبعا ده في الاجهزة الحيوية للجسم يعني ايه بتعجز وترجع؟ يعني هتلاحظي ان فيه ناس ما شاء الله يعني تبصي تليه بقدرتهم الزهنية خلية المخ شغالة زي الفول صح هبار في السن بقى صغيرين متوسطين العمر مخهم ده زي ما هو القلب الاجهزة الهضمية الاجهزة التنفسية وهكذا ما هو كل الحاجات دي عشان تشتغل يا فاطمة بكفاءة وبالتزام وبالكلام ده كله لازم تجدد نفسها لازم تبقى بالبلدي كده تبقى جديدة على طول صح فقالك ان عملية التجديد دي بتحصل بشكل دائم ومتكرر ومنتهى الدقة حتى هو وصف الحكاية قالك ايه قالك بالزبط عامل زي ما يكون بتجدد بيتك حل فانتي كل فترة تقولي ايه البيت هو هو الحيطان والاساس هو هو انما شكله بيتغير صح تمام بيبقى جديد كل شوي ايه اللي احنا بقى بنعمل يعني مثلا انا هديكي مثل ان الخلايا العظام بتتجدد كل 3 شهور يا خبر اه احنا يعني عملية التجديد التاسم ايه بقى اللي بيحصل اثناء الصيام يعني ده بيحصل الديفولت بيحصل عادي في الايام العادية حالي هنقول بقى بعد الفاصل اثناء الصيام بيحصل ايه اكتر عشان تصدقي ان الصيام ده فعلا فعلا دكتور تجميل وعايز اعرف ازاي حنحلوه بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مضمنش الموضوع ده لا انتوا تقلق دكتور تجميل دكتور تجميل بيحلي يورلي ازاي خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني استنونا ورجع للكو تاني ولسا مكملين معاكو في الصيام وصحة دكتور محمد خلاص وعد قالك حنحلوه دكتور تجميل ازاي اولا الحلوة نسبية والحلوة حلوة تروح قبل اي حاجة بصي الصيام بيخلي عملية تجديد الخلايا دي لنفسها والشبابها والوظائفها الحيوية في ابها صورة يعني يعني على فكرة برة حتى في الدول يعني كتيرة جدا جدا بيقولوا للناس من المهم انكم تصوموا كل فترة تخيالي بقى مش في شهرة يعني احنا احنا بنصوم شهرة مضان بس هم بيروم كل فترة كل فترة لازم يصوموا ليه الصيام بيكون محفز ديناميكي جدا للعملية الاحلال والابدال دي بشكل راقي جدا وشكل يعني العملية معقدة جدا الصيام بيحافز على العملية دي بشكل نظامي لا يمكن وصفه تماما علشان كده احنا لما بنقول انه الطبيعي انه مثلا البشرة تبقى أروأ في رمضان العينين تبقى أروأ في رمضان مش بس الأجهزة الحيوية ده احنا بنتكلم كمان الشعري بأفضل في رمضان كرش ما يتنفخش ما هو كرش ده موضوع تاني وفي الاخر انت وظروفك الجمال نسبي يا فاطمة واحنا في الاخر احنا بنقول العلنة والباقي الباقي على ربنا بس قصدي ان احنا بنقول الحقيقة العلمية انه الصيام من اكتر الحاجة مش اكتر الحاجة ده هو الحاجة بشكل صحي يعني نصوم صح منشرب مية بشكل صحي بالزبط كده عشان كده هرجع بقولك تاني ان في حاجات بتضيع كل الأثار الإجابية للصيام دي احنا بنعملها لأسف للأسف الستة اللي بتسمعنا دكتور وهتاخد بقى الكلام ده وتقولك لأ ده انا حبقى وش نظر في رمضان ده انا حبقى حلوة في رمضان ده انا مش عارفة ايه بس هي مدخنة هل بقى الوظيفة بتاعت الصيام اللي بيعيد الشباب دي وانا مدخنة شغلة ولا احنا كده موقفين لا احنا كده موقفين ولا انت مستفيدة من الصيام بحاجة لو انت مدخنة لو انت عصبية على الفضية والمليانة لو انت مضطربة في النوم يعني خلي بالك السيدات كمان بشكل عام عندهم عبق اضافي وهو اختلاف الهرمونات جوا جسمه تمام فده عبق اضافي على جسمهم على فكرة فاحنا مش لازم نزود هذا العبق بان احنا نضيع الاثار الايجابية للصيام عن طريق بعض العادات المش حلوة على رأسها التدخين واخد الادواء من غير لازمة والعصبية وما ايه لازمة اكيد احنا كده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من صيام وصحة ستنونا الحلقة الجاية ان شاء الله واحلامس عليكم